بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الاعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بداية من اول بلشنا بدروس سري دي. تعرضنا بداية للادات الشيب ايضا. ارجعنا بعدين جينا اخدنا التوري السويب. بعدين اخدنا الاكسترود. واليوم ان شاء الله رح ناخد سبين. هدول الادوات هني كلهم الحد ما بيشبهوا بعض. مداموا هني كلهم بيعملوا اشكال ثلاثية الابعاد. ازا هني اشكال اه وظائفهم تشبه بعضها. ولكن كل الادات الى ميزة تمتاز فيها عن الادات الثانية. يمكن ان نفترض هذا الشكل. هذا الشكل انا عامله بهاتي. هادي الادات. يمكن نقدر نعمله نحنا بالاكسترود. ولكن بياخد معنا وقت اكتر. يمكن نقدر نعمله بالتوري السويب. كمان بنعمل. كمان بياخد معنا وقت اكتر. بنقدر نعمله نحنا بالشيب اديتور. كمان بنعمل. بس بياخد معنا وقت اكتر. هلا. اليوم نحنا رح نعمل هذا الشكل واشكال تانية ولكن بادات خلينا نروح نمحي هايدي الادات نشيء عفوا هيدا الشكل نشينه ونرجع نشوف الشاشة فاضية. في عنا هيدا الشكل يلي هو هيدا الشكل تودي هو هيدا بل نستخدمه بعملية مع اداة هيدا الشكل كنكل بتعرف كيف تعملوه. وانا رسمته مسبقا حتى ما اخد وقت بالتحضير. يعني حقلكم هيدا مثلا احنا كيف عملناه. جينا اخدنا بها الشكل هيدا. ورجعنا ضغطنا على حرف بي عفوا على حرف الان. ورجعنا وضغطنا لحرف البي مسكناها من هون هيدا وعملناها هيك في هالشكل هيدا. هيك. جينا اخدنا هيدا هيك. تقريبا بالطريقة هيدا عملناها. طبعا ارجعنا اشتغلنا عليها شوية لحط حركنا هيدا على الشكل هيدا. ولكن مبدئيا هيك نحنا هم نعمل هيدا الاشكال. طيب هيدا الشكل شو اللي هنستفيد منه? شو اللي هيصير معنا لما نحنا بنستعمل هي عبارة عن انه بتعملك شيء شكله دائري. يعني بدأ تكمش هيدا هالقدات هيدا. هتسبتها من هون وتلفها هيك. يعني هيدا نقطة المحور او نقطة وهيدي بدأ تلف على المحور طبعا من برا. يعني هيدا وهيدي هتلف على المحور. المسافة من هون لهون هي او عفوا هي المسافة من هون لهون هي يعني هو لما هيعمل حركة هلأ هيك هيعملنا دائرة. هيدا المسافة من هون لهون هي للدائرة هي شعاع لهدي الدائرة. خلينا نجرب بلناش ناخد وقت كتير حتى ما يطلع علينا الشرح. ضغطنا عليها. لاحظوا الشكل اللي طلع معنا بمجرد انا ضغطت هون. لاحظوا الشكل اللي طلع معي. شايفينه? خلينا نضويها لاحظوا. لاحظوا. اللف بهاي كيف لفي معه? نفس اللف بهاي. نفس الشكل اللي طلع معنا هون هو زيته لف معنا بهيدا الشكل. طبعا هلأ نحنا ازا ما نكون هيدا قلبينه لورا يعني هيدا هلأ ازا بنعمل له ونضغطه بالعكس هتطلع معنا هيدا بدل ما تكون نافرة نافقة طلوع هتكون نازلة لتحت. يعني متل اي اتس دي اخدناه قبل هلأ. يعني متل ما بتصير ازا هلأ احنا بنقل له نفس الشي نحنا بمجرد قلبنا هيدا الشكل عملناه لتحت نزول بصير يعطينا الشكل هيدا بدون ما نضغط ماشي? ازا هيدا هو هيدا الشكل. طيب. في عنا نحنا بعد فيه اداة هيدا ازا بتشوفوها مانا نشوف شو شغلتها. وفي عنا هون الاسويب. هون عبر الاسويب لاتمية وستين دقري. يعني سويب تلاتمية وستين درجة. شو يعني? خلينا نخدها نضغط هون يبيننا. عم بقلنا يعني الانجل اللي هو بدي يبدأ فيها. الانجل ازا نحنا بنعمل هيك. بده ياخد الانجل من هون بدي يبدأ. ازا بقل له خمسطعش بينزل لهون. ازا بقل له خمسة واربعين بينزل لهون الى اخرى. انا راح قل له بيبدأ بنائس خمسطعش. بداية بدأ بنائس خمسطعش ازا من هون. هيدا الزيرو هون. نزل هيك. وبقل له بانتهي بخمسطعش. يعني آآ خمسطعش يعني يبدأ بخمسطعش بانتهي بخمسطعش بطلع معنا هيدا الشكل. خلينا نشوفو هايك. لاحظوا كيف طلع الشكل. لاحظينه كيف هو. هيدا هو الشكل يلي طلع معنا. طيب. عنا هيدا. هيدا شو شغلتها? هاي الاداة اللي هون. يلي هي يعني هيدا الحالة يلي احنا من يمكن ازا استعملناها تعطينا شي جديد. خلينا نروح. نطلع منها بالاول لا نقدر نوصل. نظهر بقية الأدوات. خلينا نظهر هيدا الاداة. هيدا. بنرجع من الروح. حاليا. اوكي. بنقل له. مينس. ففتين. بنرجع منضغط هون. بنقل له هيدا الزيت ميليش. لاحظوا كيف عطوها. شايفين الشكل كيف عطوانا اياها. اخذ لنا هيدا الشكل يلي هون. ونطبقوا على الشكل اللي طلعناه نحنا من فلال الانجل يلي نحنا اخترناها. طيب خلينا نغير الانجل هلا هون. نعملها مسلا اه افترضنا بدي يبدأ من انجل الاربعين. بينتهي بالانجل قده خمستاعش. يعني يبلش من الانجل الاربعين لف لوين للانجل خمستاعش. طب خلينا نقول له للانجل ماينس خمستاعش. ناقص خمستاعش. لاحظ لوين اجا لهم. طب خلينا يبدأ من الاربعين ينتهي على الماينس اربعين. ناقص اربعين. هيدا الشكل بلش من الاربعين انتهى على الناقص اربعين. بعتقد صادرات نكون بيان معنا شو وظيفة هدول. الان انجل. وبيان معنا اه زد مديوليشن. طيب خلينا نشوف نحنا الشكل يلي شفناه ببداية المحاضرة. كيف طلع معنا هيدا الشكل. نروح نعمل 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 بهذا الادات اللي موجودة هون. خلينا ناخدها. حتى ما تطلع معنا عالطرف. ناخد منها نسخة هنروح نحطها هون به الشكل هيدا. وخلينا نكبرها شوي. او خليها. خليها. طيب نضغط نحنا على طلع معنا الشكل. هنجي نقل له هون. نسويب. هنقل له. خمسة عشر. ناقص خمسة عشر. هنقل له خمسة عشر. اوكي. هنرجع نقل له زد مديوليشن يلي هو بالشكل. طيب. هنيجي هلأ. نقل له. يعني نحنا موافقين على هيدا الشكل. وافقنا عليه. طيب. حتى نعمل الوردة يلي نحنا كنا عاملينا قبل شوي. يلي هي. آآ هنفرجيكم اياه هون هلأ. اللي هي. هاي. حتى نعمل هيدا الوردة. هيدا زي بتلاحظوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اتش اتناعش. هيدا الشكل اللي طلع معنا هلأ نحنا عملناه. هيدا مكرر اتناعشر مرة. هيدا الشكل نكرر اتناعشر مرة. هنرجع نروح. اللي عنده لهون. طيب هيدا حتى نعمله اتناعشر مرة. حتى نكرر اتناعشر مرة. طيب هو صار نحنا قادرين نستعمل هيدا الادات. هيدا الادات يلي هي بتعمل بلوك يعني او يعني او هو بتعمله بتحطه كزا مرة. او انه بتعمله يعني النسخة بتعملها روتايت. ولكن هل احنا بنقدر نحاول ان نستعمل هادا نعمل نسخ منه ونعملها روتايت او نصفها نعملها مصفوفات. طبعا لا طول ما هو بهايدا الشكل ما بنقدر. ولكن عنا اداة وهي هيدا الادات بتمتاز فيها النسختين. الالفان وسبوطعش والالفان وطمانطعش تمتاز فيهن عن النسخ اللي قبلها. انه نحنا بنقدر نحول سري دي لآ اداة طيع يعني لشكل طيع قادرين نحنا نتحكم فيه ونستخدم. نجي بنضغط هون. بس هاي بان نعمل له نحنا آآ روتايت خلينا نروح على الادات نضغط بنقول له روتايت المنطق اللي بدي يلف حولها بنا نفطار هيدا النقطة بنقول له سلاكت نجي بنضغط هون بنعمل سلاك. ده بدي يلف انا بدي يلف تلاتمية وستين درجة كم المضرب بدي اعمل اتناعش. بنضغط ابلاي. ضغطنا ابلاي. هاي طلعوا معنا. خلينا نشوفوا كيف الصلع. صلع معنا هيدا الشكل يلي احنا كنا شايفينه بالصورة اول ما بدأنا بالدرس. طيب. بنا نرجع نحول لهذا الشكل. بدنا نحوله لسولد. يعني يصير يبطل آآ بتما هو هاك طيع قادرين نتحكم فيه. يعني هلأ ازا بنعمل هاك. ازا بنعمل هاك علمنا عليه. يعني علم. عملنا هاك كيف عم بيعلم. عم نعمله سلاكت. عم يعمل سلاكت. اما لو كان سري دي جامد متما نحنا بنعمله بالصولد. ما حايز يعلم معك. طيب كيف نحنا بننا نحوله لصولد من روح بنرجع لهون. عزروني انه شوية بطيء عندي جينا على منقله بدي ياخد معنا شوية وقت. يعني كل ما كان اللابتوب او الكمبيوتر سريع كل ما كان بيقدر ايه يعمل اسرع. يعني هو هلا الفترة هيدة اللي عم بيبطل فيها هيدا هو عم يعمل لحتى يقراهن وصفهم كلهم مع بعض. ويحولهم لجسم واحد. يعني هولا حيصيروا كلهم قطعة واحدة. انا نطول بينا شوية. رح واقف التسجيل عبال ما انه يخلص. اوكي هيدا خلصنا. طلع معنا هيدا الشكل. بس ازا بتلاحظوا هيدا الشكل طلع معنا هيداك مفترف عنه في بقلبه دائرة. ازا بتشوفوها هون. في بقلبه دائرة هون طوبا. بانا بهيدا الشكل ما في دائرة. طيب شو مننا احنا طلعنا الدائرة هونيك بدك تشكل. خلينا نروح هاك. نجي لهون او قلينا على تسري دي. نضغط هون. نجي. نجيب الدائرة كان ترجو لي عنه هون. هيدا الدائرة. ناخد ناس عمنا. نحطها هون. اوكي. هلا بنجي من الروح على اداة استخدمناها ببداية دروس لسري دي. واللي هي الادات هاي دي الادات الشيب اديتور. ماشي. اخترناها. نجي بنقول له بدنا اياها ميرج هاي. لاحظوا بس عملنا ميرج هاي. قبل ما نعمل ميرج هاي لما كانت قادلة كنت تفطلها الشكل. لان دمجت معها. دمجت البول اللي عملناها دمجت مع للشكل اللي كان موجود بقلب الورد اللي نحنا كنا عاملينا. لحظي كيف كانت. كيف كان شكلها هي يمكن يا واحد جاش ولا شكلها. بس نحنا عم نقول بكون نحنا عنا احيان اشكال محددة بدنا نعملها. دمش انه والله بنعمل نحنا بنرفع سري دي وازا طلع الشكل حلو بنعتمده. لا. احيان بيكون فعلنا اشياء جيتنا ونحنا بننا نطبق. اذا انا بقل له ميرج هاي. طلع معي الشكل يلي كنا شايفينه قبل. طيب. عملناه للشكل بس لاحظوا انه في بقلبه شوية تشوهات. هاي دول هال اشياء هاي اللي هون شايفينها. شايفينها كيفية. طيب بنا النعمة هاي دي كيف من نعمها. من جي من روح. على هاي دي الادات. ومن نعم فيها. خلال نضغط على انا كنت ضغطها على التسعة وعشرين كان زفطة معي. هاي دي التسعة وعشرين. ما علي شي مش دورة تاخد هالقد وقت. بس انا الكمبيوتر عندي كتير بطيء ونحمل عليه كتير. لاحظوا كيف صاري. عجل صارت نعمة. يعني هلأ ازا ما نحطها منفز على المكنة تطلع كتير شكلها. حلو نقل له افلاي. هنشوف الشكل. لاحظوا كيف صار شكلها? لاحظينا. هدا هو الشكل اللي نحنا كنا شايفينه. الصورة. لاحظوا. نكبرها شوية حتى تبين نفس الشيط. هنحفلها ايك. راح جوز. حيجي ذاتا. ازا هيدا هو درس السبين. وانا بعتقد بنكون تقريبا خلصنا معظم ادوات الفريدية اللي هن الشاب يلي اخدنا فيه نحنا ادوات واخدنا بنفس الوقت كيف منستخدم معهم هاي الاعدادات وكيف منستخدم والسابستراك والمارج هاي والمارج لو. وطبعا هدولي ما قالنا بالسابق هون نستخدمهم مع كل ادوات الفريدية. يعني شو ما عملنا استعملنا ادوات الفريدية بنستعملهم. وكمان نحنا درسنا اه عفوا درسنا والاكسترود والاسبين. بيبقى عنا الترن. الترن هيدا بنستخدمه بالمخرطة. المخرطة يلي هي مباركة شو بسموها يعني مش بكل الابطار العربية تسمى بنفس الاسم. اللي هي يعني المخرطة هي اللي في الاجنبة. ولكن ان شاء الله اه بنبقى شيوم نعمل درس هاي ازا كان في طلب. ازا الاخوان طلبوا مننا انه نعمل درس عن المخرطة. ان شاء الله بنعملكم درس عن المخرطة. اه وهيدا الدرس عن المخرطة بنستخدم في هاي دي الادات. بنستخدم في ادوات اخرى مش موجودة يمكن عنا بالارت كام بنضطر نروح نستخدم ادوات او برامج غير برنامج الارت كام لحتى نقدر نستفيد اكتر من المخرطة. بعتقد لحد يطهون بكفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.